أسقطوا إقليم خرسان بكمله وانتقلوا إلى إقليم خوارزم نواة الدولة الخوارزمية وذهبوا إلى مدينة أرجندا العاصمة الحصينة وحاصروها خمس شهور متتالية الشعب لا يقوى على الخروج للحرب وليس هناك جيش الجيش فرت ولا يستطيعوا فتح الأبواب لأنهم يعلمون أنهم يقتلون لكن ليست بهم طاقة على الحرب ظلوا كذلك حتى أحدث التطار بعد خمس شهور متتالية ثغرة في الأسوار الأرجندية وانسابت أجيش تدريد داخل المدينة وكانت مذبحة ضخمة واختبأ كثير من الناس في الأقبية وفي القبور وفي المخابئ وفي الأبيار في أماكن كثيرة ماذا فعل التطار؟ ذهبوا إلى نهر جيحون وفتحوا السد كسروا السد الذي على نهر جيحون والمطل على المدينة فانساب النهر العظيم نهر جيحون على المدينة فأغرقها بكاملها وكما يقول ابن الأثير من لم يمت بالسيف مات تحت الهدم أو بالغرق وفنيت المدينة انتهت لا نسمع الآن عن مدينة أرجندة في الخريطة العالمية أو في مدينة أو في مدن المسلمين هذه بعض الصور يا إخواني أنا لا أمر على كل ما فعله التطار في المدن الإسلامية هذه فقط بعض الصور من تاريخ التطار مع العالم الإسلامي وخلي بالك كل اللي بنحكي ده سنة 617 من الهجرة في سنة واحدة يا إخواني وذهب التطار إلى أفغانستان إحنا قلنا النبلخ في شمال أفغانستان ذهبوا إلى وسط أفغانستان وإلى جنوب أفغانستان من الذي كان يحكم هذه المنطقة؟ كان يحكمها جلال الدين ابن محمد ابن خوارز مشاه يعني ابن الزعيم الذي فر ومات كما ذكرنا في الحلقة السابقة في بحر كزوين ابنه كان جلال الدين ولما شاف كل هذه الأوضاع المتردية هنا وهناك حاول أن يبحث عن ملكه الضائع ملكي وملك أبيه فجمع الجيوش في محاولة لصد الجيوش التترية جمع الجيوش من أفغانستان وجمع حوالي 60 ألف جندي خوارزمي هارب جمعا من هنا وهناك وجاء إليه أحد الأمراء الأتراك كان اسمه سيف الدين بغراق أتى له بتلاتين ألف مقاتل تركي وكانوا من أمهر المقاتلين في الأمة الإسلامية وجاء إليه أيضا أمير هارات أمير هارات كان أمير مسلم كان اسمه ملك خان خاد الفرقة بتاعته أول من الجيوش التترية هاجمت على هارات ساب المدينة باللي فيها ساب الشعب وانتقل إلى جلال الدين بالجيش الذي معه جلال الدين جمع فرقة من كل هذه الجموع المختلفة من المقاتلين وعمل جيش وتجمع في مدينة بلق إلى جوار غزنة كان بيتخذ غزنة عاصمة له غزنة طبعا من مدن أفغانستان وانتظر جيش التتار وجاء جيش التتار وجينكيس خان يبدو أنه لم يقدر حجم هذا الجيش ولم يقدر لأفغانستان صعوبة أرضها ووعورة الجبال فيها فأرسل فرقة من جيشه لتحارب جلال الدين ابن خوارزم في منطقة بلق بجوار غزنة وتمت الموقع الرهيبة بين جلال الدين وبين هذه الفرقة التتارية وسبحان الله للمرة الأولى في قصتنا ينتصر المسلمون انتصر المسلمون باتحاد الجيوش الإسلامية اتحاد هارات مع الأتراك مع جيوش غزنة بقيادة جلال الدين خوارزم مع الجنود الخوارزمية ظهرت نتيجة الاتحاد طبعا كل البلاد التي سبقت قبل ذلك كان فيها فرقة شديدة هذا الاتحاد مؤقت هذا الاتحاد المؤقت آتى ثماره سبحان الله وانتصر المسلمون انتصارا عظيما على التتر هزم التتر للمرة الأولى في بلاد المسلمين وفر بعضهم عائدا إلى جينكيس خان واستغرب جينكيس خان هل هناك من يقاوم في بلاد المسلمين أرسل جيشا آخر إلى كابل اللي هي المنطقة الرئيسية في وسط أفغانستان طبعا منطقة كابل منطقة وعرة صعبة تقع بين جبال سليمان وجبال هندكوش في داخل أفغانستان منطقة صعبة فعلا وتجمع جلال الدين جمع جيوشه من جديد في كابل وللمرة الثانية ينتصر جلال الدين على الجنود التتر وقلنا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى سيزيح الغم عن بلاد المسلمين لكن حصل شيء خطير جدا جدا في الموقع التاني دي في هذه الموقع الثانية جمع المسلمون غنائم كثيرة من التتر تبدي مشكلة؟ مشكلة أن يجمع المسلمون الغنائم؟ أيها مشكلة يا إخواني وإخواتي مشكلة أن يقع المسلمون تحت تأثير الدنيا التتار عندما رأوا الهول ورأوا الهزيمة في الموقع الثانية ألقوا دنياهم خلف ظهورهم ليتخففوا ويستطيعوا الهرب ووجد المسلمون المقاتلون دنيا المشركين أو دنيا التتار على الأرض فطمعوا فيها وذهبوا إليها وتقاتلوا عليها حصل صراع بين الأمراء المسلمين على هذه الدنيا على هذه الغنائم حصل صراع وحصل سباب وحصل قتال بين المسلمين لا أقول بالكلمات أو بالأيدي ولكن بالسيوف يا إخواني هل هذا ما أقول؟ هل يمكن أن يتصارع المسلمون على دنياهم والتتار على بعد خطوات قليلة؟ نعم يا إخواني وإخواتي الدنيا مهلكة الرسول السلام كان يقول لأصحابه لأصحابه لخير الناس لخير القرون كان يقول لهم والله ما الفقر أخشى عليكم ما الفقر أخشى عليكم لو تعيشوا فورة طول عمركم ما فيش خوف ولكن أخشى عليكم الدنيا الغنائم هذه أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها تماما يصف صلى الله عليه وسلم ما حدث في أرض كيبل يصف هذا الوضع تماما يقول فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وقتل أحد إخوة سيف الدين بغراق الأمير التركي صاحب الفرقة التركية الماهرة جدا في القتال ولما قتل هذا الرجل غضب جدا له سيف الدين بغراق وكان رد فعله إيه خدت 30 ألف وانسحب من القتال انسحب من جيش جلال الدين وجلال الدين أصلا ليس رجلا حكيما صاحب قتال أو صاحب حمية إسلامية إنما كان رجل صاحب مصالح هو الآخر وكان يبحث عن دنياه هو الآخر ويبحث عن سلطان أبيه هو الآخر ولم يفكر في أحوال المسلمين الوضع كان متردي إخواني هذه كانت حلاوة الروح كما يسمونها كان هذا اجتماعا مؤقتا للحفاظ على الدنيا للحفاظ على المصالح كانت جيوش مصالح يا إخواني لم تكن جيوش آخرة أبدا وهذه الجيوش إن انتصرت مرة أو مرتين لا بد أن تهزم أحيانا نعلق الأمال الكبيرة على جيش علماني لا يفكر في آخرة ولا يفكر في جنة ولا يخاف من نار ولا يخاف من رب عميس سبحانه وتعالى يرتكب الموبقات والمعاصي أحيانا نعلق عليه الأمال أنه من الممكن أن ينتصر عدده كبير تعداده جيد تدريبه جيد لكن يا إخواني لله سنن في الأرض لا تتبدل ولا تتغير إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدمكم هذا الجيش الذي يبحث عن مصالحه والذي يبحث عن دنياه لا يمكن أبدا أن يثبت سيف الدين بغراق انسحب بالثلاثين ألف مقاتل جلال الدين حاول أن يبقيه معه لآخر المعركة أو لآخر المطاف مع التتار لم يقبل ذلك الأمر إنه لم يعطف الدنيا ولذلك لم يقبل أن يجلس مع المسلمين وأخذ فرقته وانصرف وشعر الجيش الإسلامي بقيادة جلال الدين بهزة شديدة انهيار كامل في معنوياتي هذه أفضل فرقة إسلامية في داخل الجيش فضلا عن الصراع الذي دار بين الزعماء وجاء جانكيس خان من بعيد بنفسه المرة اللي فاتت كان بعد جيش ومرة اللي أبلاه كان بعد جيش المرة يجيب نفسه يشوف مين دا اللي غلب جيشين من جيوش التتار وأول ما جلال الدين شاف جانكيس خان جاي فعل مثل ما فعل أبوه قبل ذلك فر من مدينة إلى مدينة ومعه جيشه يفر ومعه شعبه يفر لا حول ولا قوة إلا بالله حتى وصل إلى نهر السند يعني اخترق كل أفغانستان واخترق جنوب باكستان ووصل إلى نهر السند نهر السند الفاصل بين الهند وبين الدولة الخوارزمية وزي ما قلنا في حلقة سابقة كانت هناك صراعات بين دولة الهند بقيادة الغريين وبين دولة الخوارزمية بقيادة محمد بن خوارزم وابن جلال الدين ومع ذلك وجد جلال الدين أن الهند أو الغريين أفضل من التتار فحاول الهرب عن طريق النهر ولكنه لم يستطع لم يجد وقتا فاضطر إلى القتال ودارت موقع من أشرس المواقع في تاريخ المسلمين مزق فيها جنكيس خان الجيش المسلم بكامله حتى أتت سفينة من بعيد وألقى جلال الدين نفسه في السفينة وهرب حتى دون أن يأخذ أسرته معه هرب إلى الهند فعل تماما مثل ما فعل أبوه أبوه ألقى بنفسه في بحر قزوين وهو ألقى بنفسه في نهر السند وذهب إلى الهند وأمسك التتار بأسرته وقتلوا أبناءه وأخذوا ثرواته سبحان الله يا إخواني التاريخ يتكرر ما فعله جلال الدين فعله الكثير من الزعماء من أمثال جلال الدين وأمثال محمد بن خورزن والعواقب كانت وخيمة على الأمة بكاملها التي رضيت بهذا الرجل زعيما لها ترى ماذا فعل المسلمون بعد هرب جلال الدين ابن خورزن وماذا فعل التتار في البلاد الإسلامية الشاسعة التي أصبحت بلا أمير وبلا ضابط وبلا رابط وبلا جيش وبلا مقاوم ماذا فعل التتار هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته